السلام عليكم الاخوان تمنى تكونوا بخير والاخير كنتو كسار ليت البواد السيارة والتي تتصبر من بين السيارة الاكثر ما بيعنا في السوق المغربية ندرى للمميزات التي فيها سيارة محترمة بزاف دي الناس سنضر هذا النار على البيجو ترويس سنطرق المعلومات المهمة التي خاصة اي واحد يعرف على السيارة بعض الفرسيون التي هناك حاليا في السوق المغربية بعض الملاحظات السلبية وكذا الإيجابية منها كيف العادة؟ نخلي لكم في الديسكريبسيون هناك تكنيك دي تايي في السيارة التي يمكنها تطلع عليها هذه في الديسكريبسيون ندوز مباشرة للفيديو قبل ان نتحدث لكم قبل ان نبدأ الشرح لنا نريد أن نضح لها واحد نقطة إذا كنا نشرح الكثير من الناس يقولونها في الكومنتر لا نظر على شك فرسيون أو دي تايي إذا كنا نظروا على الفرسيون السيارة التي نضعها في المراجعة أو في الريفيو الفيديو سيكون طويل بزاف نحن نحاول الفيديو لا يكون لها لا يكون لها لكي تستخدم علومات كافية على السيارة من حيث المحرك و بعض العيوب ملاحظين على السيارة و دائما نجعل الناس اللي عندهم السيارة هم اللي يجعلون التعليق السلبية من حيث المطار لاحقا لا يكتر ولكن لكي يبقى كل واحد و المشكلة اللي يعانى منه نظروا على العيوب أو المشاكل المحرك لكينا هم تخصامون هذا أو المشكل في سبوك مثلا قبل أن تضعوا الاراء و نجعل هذا كامل في الفيديو الفيديو لا يحدث لن يصدروا المراجعة فيها ساعة المقانة و هذا يكترون لا يحدث لكم لا يحدث لكم و لا يحدث لكم و لا تتبعوا الفيديو كيف هو من الأحسن في 10 أو 12 دقيقة لكم كمانتر نحن نجعلنا الكثير من الناس يتركوا لنا سواء يشجعوا الناس على شراء السيارة أو يقولون بأنهم معناهم الكثير من المشاكل تعتبر البيجو ترواسطة من بين أكثر السيارة طلبة في السوق المغربية لاحقا تجمع من المشاكل أولا السعر فيها الحجم ممتالي بالنسبة للناس الذين يحتاجون في السيارة السيارة ترحس أول مرة أكسس 1.6 الأكتيف والأكتيف بلوس بالنسبة للسيارة والباك ألور هذا يوجدون حاليا في السوق المغربية سنظر على الفرصة نتركوا على الطول السيارة يبلغ 1440 مم والعرض 1748 مم الرسفاع بالنسبة للأرض يبلغ 1470 مم السيارة أخذت بلصة بزربة في السوق المغربية في السوق المغربية كانت تزامن مع الإزمة الاقتصادية التي عنات منها سير طول الأوروبة ودخلت في الكاتيجوري السيارات التي تلقى لهم اسم بيجي كارز بحل داسيا سيطروين التي اعتمدت في السياسة بيجو كذلك السيارة ترحس أول مرة في 2012 في شهر في المعرض الباريس السيارة ظهرت بأضواء أمامية اعتمدت نفس الطيرازات التقليدية بيجو بحل 405 أو 605 التي تقديمها ودرسة واحدة اعتمدت أضواء خلفية تقريبة بزارة حجم المحرك موسط بحل السيارة في نفس الكاتيجوري السيارة بلغير 1600 16 سباب الوقود وربعة السيارة عزم الضوارة لا يفتح 115 نيوتون في المتر ويبلغ المحرك 1500 تور المحرك فيه خاصية الحق الإلكتروني السرعة القصوى 188 كيلومتر مستخدم بوتا فيتاس الخزان الوقود يبلغ 50 لتر والساعة الكفر 506 لتر هذه المعلومات التي تطلعها بعد الإنتاج للسيارة كيف ما قلنا قبل سوف نطرق بلات شوية الفرسيون المغرب والخصائص والبري ديالهم بالنسبة الكاتيجوري الموتوريزة سيارة سيارة في الديازل في الربعة وكيف وعلى الاستمرار مخصص سيارة في مطاة فيتاس أوتوماتيك أول في الديازل توفر على محرك 92 حسان يوصل بناقل حركي من 5 سرعة يحسبه أكثر على المواقع على اكدامه اليوم بالأكدام الماشيونة النجد في المزل السائعة بان 2021 والشرائحات التأكدام المش المزل السائعة الذي يزال بقصة الروب يحصل لدائس العنوان المزل السائعة التأكدام انك تنظر الهاتف 2017 و 2019 او الاخسلاف يوجد الديازل من حيث الإزوام فقط بالنسبة للحرارة AISEN Z ضغط الششوية من حيث قوة المحرك قكمة الوصلاف الهيسان الالتجاية التجاية 7.6 لتجاية كل ميز كيلومتر الصعب الالتجاية القفر مصنع 506 لتر هذا الالتجاية التجاية الى المثال 2016 و 2019 من بعد أن نظرنا على السيارة بصيفة عامة ونظرنا على أهم المميزات السيارة بعجلة السيارة التمييز بالسهل الوقود الذي مزيان فيها وهذا الشيء الذي يجعلها الدخل ضمن السيارات الاقتصادية حاليا الارتفاع السيارة على الأرض يبلغ 125 مم يجعلها بعيدة على الاستكاكات وعالية بشكل كافي السيارة فيها جوجة الأنظمة الفرنج فيها الاباس والأوباد الشيء الذي يجعلها تحافظ على التوازن في الفرنج نقصة واحدة إزوبصائية في السيارة الشكل الخارجي جيد يجعلها مع المحرك ويجعلها تحافظ على التعزيز الرؤية ويجعلها تحافظ على الضبابة أو اللف الليل يجعلها بشكل كافي ويجعلها بشكل كافي السيارة ضد السرقة الذي يجعلنا عنه في الفيديو فوردي الذي يسمى الامولايزر وهي سيكوريزي أكثر السيارة السيارة فيها ديزوبصيون بازيك نظام صوتي متكامل البلوتوث والفيتر إلكتريك بربعة من نسبة للافيرسيون العمراء من بين النقاط اللي نقصة فيها لذلك أصبح الأوبيس حسن لا كاملين ونسترقون لهم في الجزء الثاني من عيوب سيارة طبعا من بين أهم النقاط في البجوت الوسطى هم الروتروفيزور السيارة التي يتم تحكم فيها بشكل يداوي وهو لم يكن خاصية التحكم الآلي ومع ذلك العامره لا يوجدها إضافة الكثير من الأزوبصيون التي يبقى فيها نقصين السيارة ستساقل النظام التزال الإلكتروني المعروف بل USB يجب أن يكون تساقل قد على تزالة النظام المعروفات حيزة من الارضاية سيستام النافجاجاتات يوجد ماشيارة والرادار يوجد محليات المستقبل السيارات كم يجب شخص المخزوج على أحيان يقومون التطريق أو يحاجون الجبائيات يوجد محليات المستطر عندما يوجد المعروفات السيارة والرجلاتيات ستساقل بالترقاء ويطلب لهم الكثير أريد ما أريد منها في السيارات أمسلًا في السياة قليلاً في السياة الستمان وكما يعني قليلاً للك كاميرا الركيز أو اليج بالجي بيس يظيف السياة في السياة ممتازات الخاصة من مستة قصة حيثN إلا أنها سنكون حكوا المقابلات ثم يؤلف المركز وما يحكمون مع المخطط والأنها تضع في الطريق السيارة مشكورة الكثير من الناس الذين يحسون بها بأنها سبسة لا يوجد مشاكل الكثير في الطريق لا يوجد طولها بحال باقي السيارات التي هم كوميرسيالية في المغرب لا نقول بأنها في الكاتيجوري الأولى أو الثانية نقدر أن نقول بأن الغبوستاس أو الصحة فتبقى كالتاة المتصوص السيطة مقارنة مع الكثير من السيارات غيرها هي عملية ويوجد طريقة لا يوجد الكثير من المشاكل ومطورها جيدة لا يوجد الكثير من المثال مثل مثل بسيط يجب أن ترى المغربات التي يكون محطوطة لدي الميكانيسيان لا يوجد الكثير من المغربات ونقطة إيجابية ويكون على يقين أن الناس الذين يحسون تاكسيات لا يجب أن يكونوا مقساعين بأنها مشاكل قليلة لديكم الأولين الذين يحاولون يأخذوا تنوبيل لما يستطيعون أن يكونوا مقساعين بثاف ويكونوا فيابل ماكسيما بسبب وما بالنسبة لهم خصومي دوزوا أطوال مدة بالسيارة بدون مشاكل وإلا سيكونوا في جيبهم أولا كنت موتوريزازيون مع الكمفور للسيارة عثبت في الطريق السيارة مشكورة بثاف الناس الذين يدوزوا تحسون بها بأنها تابسة لا يوجد مشاكل بثاف الطريق لا طول ديالها بحل باقي السيارة اللي هما كوميرسياليزة في المغرب لا نقولوا بأنها في الكاتيجوري اللولة أو الثانية نقدر نقولوا بأن الغوب يستاذ أو الصح ديالها فكي بقى فكتبقى كاليتي دياله متوسطة المتوسطة مقارنة مثلا مع السيارة غير هي عملية تخيز ايكوناميك في الطريق لا يوجد الكثير المشاكل ومطورها مزيان لا ترغبون لأنهم يأخذون مثلا مثلا يترغون يترغون ميكانيسيان لا يجدون الكثير ونقطة إيجابية وعلى يكونوا على يقين أن الناس الذين يدعون لا يجعلون إلا أنهم سعين بأن هناك مشاكل قليلة هؤلاء الأولين الذين يحاولون يأخذوا الطنوبيل لما سيكون فيابل ماكسيمام وما بالنسبة لهم يترغون أطوال مدة بالسيارة بدون مشاكل وإلا سيكونوا في جيبون أولا الكومنتر مفتوحين كان قبل الجميع الكومنتر سواء أو الخيبة غير حاولوا تقولوا هناك شيئا عقلانية مرة 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 لديهم علاقة بالمراجعة للسيارة لا نقوم بإشارة للمشاهدة ولم نقوم بإشارة للمشاهدة للمشاهدة لدينا قناة مخصصة مراجعة للسيارة ومعلومات التي نعرف ونقسمها معكم وكيف نستفيد منكم شيئا ومع المخصصة على السيارة التي تجد لديها وعندما تستطيع المجمال وكيف تقوم بإشارة المجمال على سيارة الفيديو سوف يكون هناك الفولزفاغن بولو راحقة شهية بزاف ديال الناس اللي طلبوها نطلقون ان شاء الله نهار ثلاث مع فيديو جديد ديال البولو تبقى بالاخير تبقى بالاخير